السلام عليكم ورحمة الله يا رب تكونوا دائما بخير بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة عادة ضبط المصنع من الاعدادات للهاتف سامسونج جالاكسي A71 5G موديل A716U اصدار لاندرويد 12 قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ياريت لو تبص بصة على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات او فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز لان كل يوم فيه جديد ندخل على طريقة الضبط من الاعدادات ومش بنستخدمها الا في حالة معرفتك للنمط او كلمة مرور الجهاز لو مش عارف النمط او كلمة السر هتلاقي في وصف الفيديو طريقة الضبط من الريكوفري للأسف قعدة ضبط المصنع من الاعدادات هتحزف كل بياناتك الشخصية زي السور والفيديو وغيرهم يفضل لو تنقلهم او تاخد الملفات اللي محتاجها الاول والضبط من الاعدادات مش بيوقف الجهاز على حساب جوجل نهائيا سواء في اجهزة السامسونج او في اي اجهزة تانية في البداية بندخل على الضبط او سيتنج بننزل تحت خالص وبندخل على جنرال مانجمنت ريسيد فيكتوري داتا ريسيد ريسيد ديليت قول الجهاز هيعمل قعدة تشغيل وفي الغالب هيفضل واقف على شعار سامسونج لمدة 5 دقيق تقريبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد عادة تشغيل الجهاز بتحدد اللغة بنضغط على start بنحدد مربع agree to all وبنضغط على agree agree اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تم عمل اعدة ضبط المصنع من الاعدادات للجهاز بنجاح يارب الفيديو يكون عجبكم وكون اذير تقدم حاجة مفيدة اتمنى لكم دوام الصحة والعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة